عاجل وبالفيديو المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفيرونار يزازل خاليلوزيت في اول تصريح انه بعد خسارة المغرب ويوجه رسالة للمغاربة خرج المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفيرونار في اول تصريح له بعد خسارة المغرب امام مصر حيث وجه رسالة قوية للمنتخب المغربي والمغاربة وكذلك للمدرب خاليلوزيت وإليكم ابرز ما جاء في تصريحه وكما هو معروف فلقد ودع المنتخب المغربي نهائية كاسي امام افريقيا من الدور الربع النهائي اثر خسارته امام مصر واحد مقابل اثنين لتتعالى اصوات الجماهير المغربية المطالبة باقالة مدرب اسود الاطلس وحيد خاليلوزيت وكان خاليلوزيت ملزما بقيادة منتخب المغرب للدور النصف النهائي لكاسي امام افريقيا المقام حاليا في كاميرون لضمان بقائه على رأس الادارة الفنية لأسود الاطلس الى غاية شهر مارس على اقل تقدير ولقد خرج المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفي رونار في اول ظهور وتصريح اعلامي له بعد خسارة المغرب امام مصر زلزل خاليلوزيت ووجه رسالة للمنتخب والشعب المغربي حيث وحسب تصريحه قال ان المنتخب المغربي كان هو من يستحق الفوز بكاسي افريقيا للامام لو كان هناك مدرب جيد فجميع لعبي منتخب المغربي محترفين وقوياء والخلل كان من المدرب ووجه ايضا رسالة تحية وشكر المغاربة على مساندة منتخبهم الوطني